يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 الدولي الأسبوع الجاية يا جماعة الدولي موسم 2023-2024 وأول جملة هقولها في هذا الأمر استاهدوا بالله استاهدوا بالله خلونا نستمتع بالدولي الموسم الجديد خلونا نشوف كرة حلوة خلونا نتكلم عن الكرة ما نتكلمش عن مشاكل حوالين الكرة خلونا نستمتع زي ما الناس بتستمتع خلونا ننبسط أنا متفائل بصراحة الموسم ده تحديدا على غير العادة يعني ما كنتش متفائل كتير بمواسم كتير فاتت بس الموسم ده متفائل بي هتقول لي متفائل ليه يا عم هتقول متفائل وخلاص هقول لك يعني في شوية مؤشرات بتقول إن الأمور هتبقى جيدة يبدو كده إن في تطور واضح بيحصل في منظومة التحكيم على مستوى إنه بقى زي ما تقولكم إن برح بقى في حكام معلن أسماءهم هم هم دول هيديروا مباريات الدولة الممتاز مفيش مجملات مفيش 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 في تطور بالفار وفي واضح إنه في معدات جديدة وفي تكنولوجيا جديدة وإن شاء الله الكاميرات كمان تبقى بتساعد الحكام في أرض المرعب والمخرجين فيابدو هنا إن الجزء بتاع التحكيم ماشي بشكل كويس على مستوى التصوير والنقل والكلام ده كله حاسس برضو بحسب اللي بنسمعه والمعلومات اللي عندنا هنشوف نقل مختلف ونقل أفضل من المواسم اللي فاتت طيب على مستوى اللاعبين لا معظم الأندية عملت صفقات كويسة طبعا باستثناء الزمالي كل اسمعيدي الموقوف كدهم والباقي كله اشتغلوا عمل صفقات كويسة على مستوى المدربين الأجانب اللي موجودين كويسين المصريين كويسين إن شاء الله بس ما يبقاش عندنا الفكرة اللي هي بتاعت كل تاعة أربعة وماراتنا غير مدرب دي بقى كصة إدارات أندية تشتغل عليها على مستوى الجماهير أهو العدد زاد مبدئيا مبدئيا لعشر تلاف مشجع زي ما الأستاذ أحمد دياب قال النهاردة إنه عنده موافقة أمنية بحضور عشر تلاف مشجع في كل المباراة وربما قبل اتنين وسبعين ساعة من بداية الدوري الرقم ده يزيد ربما بس في كل الأحوال أهو خطوة قدام عدد أزيد من اللي كان موجود الموسم الماضي نتمنى أكتر طبعا أكيد كلنا نحب اللي سادي بقى مليانة عن آخره بس خلونا نشوف فكل الأمور بتقول إن إحنا رايحين لموسم إن شاء الله يكون موسم هادئ خارج الملعب في الملعب عايزين إصارة وتشويق وحماس وروح وصوت جمهور ده عايزينه في أرض الملعب بره الملعب اعتراضات بقى على الحكام اعتراضات على المباريات والتأجلات اعتراضات على مش عارف مين قال لي كلمة وحشة مين قال لي كلمة حلوة خلوا الأمور حلوة خلونا نستمتع بالكورة عشان لما واحد زي حالاتي أو غيري يعني يطلع بعد مباريات في الدوري يكلمك عن الكورة يقول لك والله النهاردة فيرقة دي لعبة أحسن فيرقة دي لعبة أقل والله ده لعب بتاعة 4-3 والله ده لعب 4-3-3 ماقولكش مين مسج في الخناق مين في الملعب مش حكايتنا احنا بنتكلم في الكورة وبنتكلم في الرياضة نستمتع بقى بيها هي أصلا حاجة معمولة للمتعة الناس تتسلى وتستمتع مش تتعصب إن شاء الله خير